ثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بانضمام طلبة جدد للأكاديمية العسكرية المصرية وأكد الرئيس السيسي خلال تفقده لأكاديمية العسكرية أن الأكاديمية تتعمل على تهيئة كل الظروف لعدد الطلبة في مختلف الجوانب العسكرية والثقافية والفكرية والإنسانية مشيرا إلى تحقيق القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة نجاحات متعددة على صعيد تأمين الدولة وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن تكون مؤسسات الدولة قوية وقدرة بما يسهم في منع كثير من التحديات كما طمأن المواطنين على الأوضاع في الداخل ومؤكدا مرور البلاد بظروف صعبة يعاني منها أيضا كثير من دول العالم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية اللواء أركان حرب أحمد فتح خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة إلى رتبة الفريق كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق وأصدر سيادته قرارا بترقية اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية إلى رتبة الفريق أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول كإحدى أهم التوصيات الصدرة عن المؤتمر الاقتصادي جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبع أصولها أو ستتخارج من كافة القطاعات وإنما ستستهدف تحديد دور الدولة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقمة 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي ستضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهد بها في السادس من شهر يناير فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز ترايكر هذا ولن تشمل الشريحة الجديدة أي دبابات ثقيلة مثل دبابة أبرامز التي لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بها مبررة هذا رفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتتريب أعلن وزير الدفاع الأتواني أن بضع دول سترسل دبابات ليوبارد إلى كييف وذلك عشية اجتماع هام لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا وشرك الوزير الأتواني في اجتماع ضم تسع دول مانحة في قاعدة التابة العسكرية في إستوانا وستتواصل المباحثات في شأن الدعم العسكري لأوكرانيا اليوم خلال اجتماع لخمسين بلدا دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا أعلنت دنمارك أنها ستتبرع لأوكرانيا بنحو 19 منظومة مدفعية هاورتز من طراز قيصر فرنسية الصنعة وذلك تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني وقال أيضا وزير الدفاع الدنماركي في بيان له أن بلاده كانت على تواصل مستمر مع الأوكرانيين بشأن منظومة قيصر المدفعية على وجه الخصوص مؤكدا سعادته بالحصول على دعم من برلمان بلاده للتبرع لدعم أوكرانيا أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه فتح تحقيقا بحق مواطن أمريكي بشبهة التجسس ولم يحدد الجهاز هويات المواطن الأمريكية وهل تم توقفه في روسيا أم في الخارج وقال الجهاز في بيان مقتضب أنه يشتبه في أن يكون الأمريكي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن روسيا للتحادية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بهذه المعلومات غير المؤكدة عن تحقيق يستهدف مواطنا أمريكيا لفتة إلى أن موسكو لا تفي بالتزاماتها لجهة الإبلاغ عن توقيف مواطنين أمريكيين في روسيا في الوقت المناسب انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل